فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال كانوا يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات فروى الإمام أحمد في الولايات فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عنه إن لكاتبا نصرانيا قال ما لك قاتلك الله أما سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ألا اتخذت حنيفا قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله قلنا إن التعامل معهم فيما أباح الله لا باس به وليس هذا من الموالات ولكن لا نمكنهم من أسرار المسلمين ونوليهم الوظائف ويكونون رؤسا على المسلمين في الدوائر وأمور الدولة بل نبعدهم عن أسرارنا وعن قياداتنا لأن الله جل وعلا حذرنا من ذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم يعني من غيركم لا يألونكم خبالة يعني أنهم لا يقصرون في الإضرار بكم مهما استطاعوا ويغشونكم ويطلعون على أسراركم ويبنون عليها الكيد لكم فهم وإن عملوا عند المسلمين إذا احتاجوا إليهم لكن يكونون بعيدين عن القيادات وعن أسرار المسلمين فيجب الفهم لهذه المسألة وهذا هو الذي أنكره عمر رضي الله عنه على هذا الصحابي الجليل الذي اتخذ كاتبا نصرانيا فإنه أنكر عليه توليته الكتابة لأن كاتب الإنسان يطلع على أسراره لا سيما إذا كان مسؤولا وكبيرا في الدولة فإن هذا الكافر يطلع على أسرار المسلمين